اتفاق للإدارة الأمنية المشتركة لعاصمة محافظة أبيان تحت إشراف ضباط سعوديين ومحافظ محافظة أبيان أنجز هذا الاتفاق المثير للجدل الذي يفتح المجال لعودة محتملة للسلطة الشرعية إلى مدينة الزنجبار عبر الملف الأمني فقط في وقت يبقى فيه الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات حاكم بأمره في هذه المدينة حتى اللحظة لم يدخل اتفاق كهذا حيز التنفيذ ولم يعرف بعدما إذا كان الانتقالي سيسلم مدينة الزنجبار إلى قوات الشرطة التابعة للشرعية وعما إذا كان محافظ المحافظة اللواء أبو بكر حسين سيمارس أعماله من المدينة أم لا لا ينظر إلى الوضع الأمني الاستثنائي الذي يتولد عن انقلاب المجلس الانتقالي على الصلاة الشرعية على أنه عمل منافل للقانون يستوجب إنهاءه بل توترات وحشوذ عسكرية متبادلة يتعين تهديئتها كجزء من المساعي المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض وفيما يتركز الوجود العسكري لقوات الشرعية في مدينة الشقرة التي تبعد نحو خمسين كيلو مترا إلى الشرق من مدينة زنجبار يواصل الانتقالي حشد قواته شرق زنجبار محولا مناطق التماس إلى بيئة توتر خطيرة تهدد الوضع الهش الذي تعيشه محافظة أبيان منذ أغسطس آب من العام المنصر التهديد الآتي من الاتفاق القاضي بتقاسم الملف الأمني في الزنجبار بنظر المراقبين يتمثل فيما سيكرسه من وقائعات تنافى مع النص الموقع عليه من اتفاق الرياض والأخطر من ذلك كله هو أن يفسح المجال لإمكانية أن تتحول الجهود المبذولة من قبل الضباط السعوديين سعيا وراء إنجاز هذا الاتفاق إلى نموذج يمكن تطبيقه لاحقا في بقية المحافظة الجنوبية الغربية التي يسيطر عليها الانتقال بقوة السلاح الذي حصل عليه من التحالف وبالأخص من الإمارات ليس إعادة انتشار إذن ولا تسليم أسلحة وفقا لما يقضي به اتفاق الرياض المتعثر بل إعادة تثبيت لخارطة الأمر الواقع التي رسمت بأفواه البنادق منذ اللحظة التي قرر فيها هذا التحالف أو الطرف الذي هيمن على الجنوب لسنوات التخلص من الشرعية تماما قبل أن يقرر الانسحاب مخلفا وراءه هذا القدر من التحديات العسكرية والأمنية